رحيم يا عزيزي مشاهدي خناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامدكم البيت الكبير بيت كل الأهither وبيت كل الناس كل سنة وكل الأهוהية طيبين كل سنة لأنه النهاردة عيد ميلاد لكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب ليس لأنه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ولكنه معشوق ولكن لأنه معشوق جماهير النادي الأهلي كل واحد في جمهور النادي الأهلي بيحب هذا الرجل كل واحد في جمهور النادي الأهلي عنده استعداد أنه يقف في ظهر هذا الرجل كل واحد في جمهور النادي الأهلي بعيدا عن كونه رئيسا للنادي الأهلي ولكن أسطورة من أساطير مصر وأسطورة من أساطير كرة القدم المصرية والإفريقية أسطورة من أساطير الأخلاق إذا كنت بتتكلم عن الأخلاق فلازم تتكلم عن هذا الرجل إذا كنت بتتكلم عن الصبر لازم تتكلم عن هذا الرجل وتقول اسم كابتن محمود الخطيب إذا كنت بتتكلم عن الاحترام والأدب وتطبيق مبادئ النادي الأهلي يجب أن تتكلم عن هذا الرجل إذا كنت بتتكلم عن كل حاجة حلوة لازم تتكلم عن الكابتن محمود الخطيم النهاردة أنا بقول هذا الكلام وبقوله من قلبي أنا لست منتظرا شيء ولا بطبل ولا بقول هذا الكلام إلا عشان خاطب نحن أننا شخصيا وكل جمهور النادي الأهلي وكل محبين النادي الأهلي بيحبوا هذا الرجل ليس لأي شيء آخر محدش فينا عايز حاجة محدش فينا بيدور على حاجة ولكن احنا بندور على شيء واحد فقط نحن بالفعل بنكرم رمزنا وبنكرم أساطرنا مهما كان اسمه ومهما كان تاريخه كابتن محمود الخطيم له تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي ومع منتخبنا الوطني له تاريخ كبير جدا في عالم في القرى الأفريقية ويمكن هو ده اللي مدايق البعض شوية أنا مش عايز أتكلم عن البعض ولكن لأن لسه عندي كلام كتير جدا في هذا الأمر ولكن كل اللي عايز أقوله كلنا بنحبك يا كابتن محمود وكلنا بندعي لك إن شاء الله أن أنت ترجع بالسلامة في حاجات كتيرة جدا مش هنقدر نتكلم فيها دلوقتي ولكن هنتكلم فيها بعدين وفيه أنا شخصيا عندي أسرار مهمة جدا جدا مع كابتن محمود الخطيم أسرار إيجابية ومحترمة وإذا قلتها الناس هتتعلم منها قد إن هذا الرجل قدوة حسنة قد إن هذا الرجل هذا الرجل المحترم هو قدوة حسنة لكل أولادنا ولكل أجيالنا السابقة والقادمة بجد والله هذا الكلام أنا بقوله من قلبي لأنه في حاجات كتيرة جدا أنا ما أقدرش أتكلم فيها دلوقتي ولكن حيجي يوم ونتكلم حيجي يوم ونقول حيجي يوم ما أقدرش أتكلم فيها لأنها أسرار شغل هي مش عشان حاجة يعني لكن هي أسرار شغل ولكن كابتن محمود الخطيب رجل هذا الزمان الأهلاوي من وجهة نظرنا حافظ على النادي الأهلي حتى هذه اللحظة زي ما حضراتكم شايفين بيتحرك في كل المجالات اللي ممكن يتحرك فيها كابتن محمود الخطيب إن شاء الله السنة دي هتبقى أعلى رعاية للنادي الأهلي إذا كنت بتكلم عن إدارة محمود الخطيب للنادي الأهلي بقالنا أربع سنين سابقة وإن شاء الله الأربع سنين اللي بتارت السنة اللي فاتت وتنتهي كمان ثلاث سنوات كابتن محمود الخطيب بيقود النادي الأهلي بمنتهى الاحترام بيقود النادي الأهلي بمبادئه بيقود النادي الأهلي بأخلاءه بيقود النادي الأهلي بمحبته لكل حاجة تخص النادي الأهلي الحاجات دي أنا آسف جدا أن أنا ممكن أحكي لكم حواديد عن هذا الأمر أنا ممكن أحكي لحضراتكم ماذا يفعل هذا الرجل في الشغل ولكن للأسف الشريط دلوقتي مش هنقدر نتكلم في هذه الأمور ولكن هذا الرجل قدوة حسنة للجميع قدوة حسنة للجميع بجد والله اللي عنده ولد يتمنى أن يكون زي كابتن محمود الخطيب اللي عنده ولد نفسه يطلع يلعب كرة يتمنى أنه يكون زي كابتن محمود الخطيب لو عندك ولد عايز تخليه يتحلى بالأخلاق يجب أن يكون مثل هذا الرجل شكرا جزيلا للكابتن محمود الخطيب على سنوات طويلة جدا جدا قدوها ولسه إن شاء الله ربنا يديله الصحة والعمر ويفضل معنا ويفضل جوه قلوبنا ويفضل دايما قائد لمسيرة كبيرة جدا جدا من العطاء للنادي الأهلي كل سنة وانت طيب يا كابتن محمود كلنا كأهلوية بنحبك وحتظل دائما في قلوب كل الأهلوية